فيما لجنة عادة الانتشار تعقد جماعتها على متن السفينة في عرض البحر ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل خروقاتها وانتهاكاتها في مدينة الحديدة وريفها لتؤكد للعالم أن لا علاقة لها بالسلام ولا تفهم سوى لغة البندقية مراقبون أعتبروا صمت الفريق الأمومي على انتهاكة الحوثي التي دفعت باللجنة الثلاثية لعقد اجتماعتها بعيدا عن اليابسة بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار تعنط الميليشيات التي استقدمت مجامع جديدة إلى داخل المدينة ومحوطها مستهدفة مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع السلحة وهجرت الكثير من المواطنين من منازلهم محاولة مسلمية تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية بين الحين الآخر لمحاولة سعادة مواقع تم طردها منها وتعدت مرحلة الخروقات وإطلاق النيران والقضايف إلى تنفيذ عمليات هجومية نحو مناطق محررة داخل المدينة مثل حيس والدراهيمي وتحيتاء وبيت الفقية في محاولة بائسة لاستعدتها أو تحقيق أي تقدم يذكر ضاربة عرض الحائط بما يجري من مشاورات سياسية وفي ظل تعنت الحوثي والصلف تظل العملية السياسية في الحديدة ضعيفة وغير مجدية في الوقت الذي تدفع الميليشيات نحو الحرب بعد أن حول الشوارع وأحياء عروس البحر الأحمر إلى متارس وثكونات عسكرية غير مبالية بمصير المدنيين ترجمة نانسي قنقر